السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناة حكايات قصتنا اليوم بعنوان مغامرات روبينسين كروزو أرجو أن تنال إعجابكم ظللت أترقب عودة الشيخ والإسباني ثمانية أيام ثم وقع لي حادث لم يكن ليخطر لي على بال فقد استيقظت من نومي على صراخ جمعة وهو يصيح وينادي بأعلى صوته سيدي سيدي لقد اقتربوا منا فارتديت ثيابي من فوري وأسرعت نحو الشاطئ وأجلت لحاضي في عرض البحر فرأيت زورقا شراعيا ميمما جزيرتنا وهو على بعد ميل ونصف ميل منها فأمرت جمعة أن يتريث في الأمر حتى نتعرف جليته وأكدت له أن راكب الزورق ليسوا أصحابنا الذين أرسلنا أباه والإسباني لإحضارهم وليس في قدرتنا أن نعرف أعداء لنا أم أصدقاء ثم ارتقيت قمة الجبل ورأيت من خلال منظاري سفينة واقفة على مسافة ميلين ونصف ميل تقريبا وقد عرفت من إسلوب بنائها أنها سفينة من سفن بلادنا فأيقنت أن خلاصي من الأسر قريب وفاض قلبي بشرا وسرورا ولكنني شعرت في نفسي بشيء من الإنقباض ينغص علي هذا الفرح فقد توجست شرا لأنني لم أستطع أن أعلل اقتراب مثل هذه السفينة من تلك الجزيرة النائية وهي على غير حاجة إلى المرور بها ورأيت من الحزامة وأصالة الرأي أن أتريث حتى أتبين الحقيقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولما رس الزورق عددت راكبيه فرأيتهم أحد عشرا من بني وطني ورأيت من بينهم ثلاثة مجدود الوثاق ثم قفز خمسة رجال إلى الشاطئ يقودون أسراهم بالحبال فلم أفهم شيئا ولم أهتدي إلى حل هذا اللغز الغامض فقال لي خادمي جمعة لا شك في أنهم سيأكلون أسراهم كما يفعل بني وطننا فأكدت له أن هذا لن يكون ولن يتعد انتقامهم من أسراهم أن يقتلوهم أما أن يأكلوهم فذلك ما لا يدور لهم بخلد وبعد قليل تركوا الأسرا في مكانهم ثم ذهبوا يجوبون الجزيرة متنزهين حتى الساعة الثانية بعد الظهر فوقفوا يستريحون تحت أشجار الغابة بعد أن اشتدت الحرارة وأجهدهم الحر فانطرحوا على الأرض واستسلموا للنوم فدنوت من الأسرا وسألتهم عن مصدر شقائهم فارتعدت فرائصهم من رؤيتي ولكنني طمأنتهم حتى سري عنهم ورأوا أملا كبيرا في خلاصهم وقد قال لي أحدهم وقد امتلأت عيناه بالدموع أنا ربان السفينة التي تقل هؤلاء الملاحين وقد ثار علي رجالي وتمردوا وعزموا على أن يتركوني في هذه الجزيرة العازبة المغفرة مع هذين الرفيقين الذين أبي أن يشاركوهم في تمردهم وعصيانهم فسألته أتعاهدني على أن تقلني وصاحبي في سفينتك إذا أنقصتك من هذه الورطة فقال لو تم ذلك لأصبحت رهن إشارتك فرسمنا خطة بارعة للقبض على العصات والاستيلاء على زورقهم وقد فاجأناهم وهم نائمون وأوهمتهم أن لدي جيشا كبيرا فاضطر أكثرهم إلى الإزعان وعاهدونا على الإخلاص ثم ذهب الربان وجمعة ورفاقه إلى السفينة وأسروا وكيل الربان ومن ألهب معه نار الفتنة وأطلقوا سبع طلقات من مدفع السفينة إعلانا لامتصارهم فلم أعد أتمالك من الفرح ولم أكد أصدق ما أرى فارتميت على فراشي واستسلمت لنوم عميق ثم جاء الربان وعانقني وقال لي إن السفينة وربانها وملاحيها ليسوا إلا ملك يديك وطوع إشارتك فأيقنت حينئذ بالخلاص وغلبني السرور على أمري فلم أستطع أن أنبس بكلمة واحدة ثم أفقت من زهولي ودهشتي فأقبلت على الربان أعانقه وأشكر له أحسن الشكر وقد أحضر لي الربان هدايا فاخرة وأطعمة لذيذة وثيابا جميلة وما إلى ذلك من التحف والطرف ولم يبق علينا إلا أن نتأهب للسفر وقد استقر رأينا على تركز عماء الثورة من الملاحين في تلك الجزيرة حتى لا يفسد علينا أمرنا وقد شرحت لهم وسائل العيش وأساليب الحياة في تلك البقاع وعلمتهم كيف يصنعون الخبز وكيف يبذرون ويحصدون وكيف يجففون العنب وما إلى ذلك من الضروريات ثم ذكرت لهم أن 16 إسبانيا قادمون عليهم بعد أيام قليلة وتركت معهم كتابا إليهم أوصيهم بهم خيرا وأخذت عليهم المواثيق والعهود أن يعيشوا جميعا متعاونين متحابين وشرحت لهم كيف يتعاهدون الماعز وكيف يحلبون لبنها وكيف يصنعون منه الزبد والجب وفي اليوم التالي ودعت هذه المملكة النائية وأخذت معي قلونسوتي ومظلتي وبباغائي وأخذت ما كان عندي من النقود وقد علاها الصدأ لطول احتجابها في أثناء هذه الأعوام ثم أقلعت بنا السفينة في التاسع عشر من ديسمبر عام 1686 بعد أن لبثت في هذه الجزيرة 28 عاما وشهرين وتسعة عشر يوما وقد فرح جمعة بمرافقة إلى بلادي وآثر صحبتي على كل شيء ومن عجيب المصادفات أن يوم خلاصي من هذه الجزيرة وفق يوم خلاصي من الأسري في رحلة السابقة وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيا عام 1687 وصلت إلى لندن بعد أن غبت عنها 35 عاما ورأيتني غريبا في بلادي ووجدت والدي قد مات منذ زمن طويل ولم أجد أحد يعرفني من رفاق القدماء فعزمت على السفر إلى لجبونة لأتعرف وسيلة إلى الاستفسار عما آلت إليه دسكرتي في البرازيل وقد عجلت بالسفر إلى لجبونة ومعي جمعة فبلغناها في إبريل وعثرت لحسن حظي على ربان السفينة التي أنقذتني في رحلتي الأولى حين فررت من الأسري وكان قد شاخ وترك سفينته لولده فذكرته بقصتي وسألته عن دسكرتي في البرازيل فأخبرني أنه لم يذهب إليها منذ تسع سنوات وأنه لم يأل جهدا في إرسال الرسل إلى شركائي حتى ظفر بعد بضعة أشهر بنصيب من المال والبضائع فأربت ثروتي على خمسة آلاف من الجنيهات وقد ضمنت بذلك ريعا سنويا من ضيعتي بالبرازيل لا يقل عن ألف جنيه فأجزلت مكافأة الربان المحسني اعترافا بفضله علي وصنيعه الذي أسلفه إلي وبقيت عدة أشهر حائرا مضطربا لا أدري إلى أي بلد أقصد ثم استقر عزمي على السفر إلى انجلترا وبقيت مترددا في الطريق التي أتخير سلوكها وشعرت بخوف شديد من ركوب البحر بعدما لقيته من الأخطار والمتاعب وقد خيل إلي أن السفر في البر آمن منه في البحر فعزمت على السفر إلى مدريد بحيث أشتاز طريق البر إلى فرنسا ثم لا يبق علي إلا مسافة قصيرة أعبرها في البحر وقد وفقت إلى رفاق يسحبونني في هذه الرحلة الطويلة وكان عددهم ستة من السادة وخمسة من الخدم حتى وصلنا إلى مدريد وقد اضطررنا إلى مغادرة مدريد لقرب حلول الشتاء وعلمنا أن الطريق التي أزمعنا اجتيازها خطرة في هذا الفصل وقد كان الشتاء قاص البرودة ورأينا الثلوج تغطي الجبال فندمنا على مخاطرتنا بالسفر في ذلك الوقت المشؤوم وكان معنا دليل زكي شجاع وما زلنا سائرين عدة أيام حتى قطعنا مرحلة كبيرة في رحلتنا المضنية وكان الدليل يتقدمنا أحيانا ثم يعود إلينا ليرشدنا إلى الطريق وفي ذات مرة بعد عنا كعادته فانقض عليه ذئبان ورأى الدليل هلاكه محققا وشيكا فصرخ من الفزع فأدركه جمعة وأطلق رصاصة على أحد الذئبين فقتله قبل أن يفترس الدليل وفرّت ذئب الآخر هاربا حين رأى مصرع أخيه ثم رأى جمعة دبا هائل الجرم مقبلا عليه فاشتد رعبنا ولكن جمعة سخر منه وظهرت على وجهه أمارات الغبطة بمصارعة الدب ثم التفت إلي قائلا أرجو أن لا تعكر علي صفائي فإنني أحب أن أداعب هذا الدب لأسرّي عنكم قليلا فحذاري أن تطلقوا عليه الرصاصة ثم قذفه جمعة بحجر في رأسه فجرى الدب مسرعا إليه فصعد جمعة شجرة عالية فوقف الدب تحتها قليلا ثم تسلقها فأمسك جمعة بأحد أخصان الشجرة وظل يهز الغصن هزا عنيفا وهو ساخر من حيرة الدب الذي ظل يتأرجح في أثناء ذلك ثم صوب جمعة رصاصة إلى أذن الدب بعد أن أرقصه طويلا فقتله وقد أضحكنا كثيرا ورأينا الليلة يقترب والنهار يوشك أن ينقضي فضاعفنا السير مسرعين لنجتاز المسافة القليلة الباقية علينا في تلك الأودية المخيفة المفزعة وما غربت الشمس حتى مرت بنا خمسة ذئاب فلم نأبلها وكنا متحفزين في كل لحظة لمدافعة الذئاب الكثيرة التي ستعترضنا في الطريق كما أغبرنا الدليل وما تقدمنا نصف فرسخ بعد ذلك حتى رأينا ذئابا كثيرة تنهش لحم جواد ميت وقد مزقته تمزيقا ولم نجتز مرحلة قصيرة أخرى حتى ملأت الذئاب الجو بعوائها ورأينا أكثر من ماءة ذئب تكتنفنا متحفزة للوثوب علينا والفتك بنا فأطلقنا عليها الرصاصة وصرخنا صرخات عالية لنخيفها فولت الذئاب هاربة ولما قطعنا مرحلة أخرى أحاطت بنا قطعان كبيرة وسمعنا صوت رصاصة بالقرب مننا ورأينا جوادا يسابق الريحة وتعد في إثره جمهرة من الذئاب فعلمنا أن مآله الموت الوشيك وما سرنا خطوات قليلة حتى رأينا جثة جواد آخر قطعتها الذئاب إربا إربا وإلى جانبها جثتي فارسين لم تبق منهما الذئاب إلا العظام فعلمنا أن أحدهما هو الذي أطلق الرصاصة التي سمعنا دويها منذ حين وإن لحائرون مزعورون من هذا المنظر المفزع الهائلي إذ أقبل علينا من أسراب الذئاب ما لا قبل لنا بمقاومته فقد اكتنفنا نحو ثلاثمائة ذئب فاعتصمنا بأشجار قريبة وبعد أن ترجلنا ظللنا نطلق عليها الرصاصة فتراجعت ثم كرت علينا كرة أخرى وما زلنا نحاربها مستبسلين حتى قتلنا منها نحو ستين ذئبا وانتصرنا على الذئاب بأعجوبة لا مثيل لها في الأعجيب ثم قطعنا المرحلة الباقية مسرعين حتى وصلنا إلى المدينة حيث أتممنا رحلتنا بعد ذلك آمنين ولا أنس ما حييت هذه الرحلة البرية المخيفة التي أنستني أهوالها أهوال البحر وقد آليت على نفسي أن أقضي البقية الباقية من عمري في دععة واطمئنان وأمن وسلام وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة وإلى لقاء آخر وحكاية جديدة دمدم سليمين